وفي نشرة سابقة أكد السيد غازي عبد المحسن رئيس مركز شباب النعيم أن موافقة تسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مبادرة وزارة الشؤون الشبابي والرياضة أتت في الوقت المناسب حيث هناك العشرات من المراكز الشبابية بحاجة للدعم المادي والمعنوي حقيقة عندما نتحدث عن المراكز الشبابية في البحرين هناك أكثر من 35 مركز شبابي أنا سوف أتحدث عن فقط هذه المكرمة وما سيقول وما ستقول إليها من تحقيق بعض الأحداث التي تفضل بها سمو الشيخ ناصر بن حمد 35 مركز أو 36 مركز شبابي في البحرين عندما نتحدث في المراكز الشبابية عن الأنشطة والفعاليات التي تقام خصوصا في الفترة الصيفية لا أعتقد أن هناك مركز شبابي يضم المئات من الأعضاء تصور أن بعض الأنشطة الصيفية زهاء أو ما يقرب من ألف إلى ألف ومائتين بعض المراكز وصلت أعداد المشتركين في المراكز الصيفية داخل هذه المراكز الشبابية إلى ألفين شاب وشابة في السنة الواحدة فقط تتكلم أنت عن الفترة الصيفية طيب لو ضربنا 36 في ألفين تتكلم عن كم ألف؟ تتكلم عن 72 ألف شاب وشابة وهناك كاتيكوريز هناك عدة فئات وهناك عدة فئات سنية في كرة القدم في الألعاب الرياضية المرأة والطفل المسرح المواهب الشبابية الإبتكارات إذن هذه المبادرات وهذا الدعم سيقول حتما إلى تحقيق كل ما يصب إليه شبابنا داخل هذه المراكز ترجمة نانسي قنقر